السيد الرئيس على ضوء محوى خطاب حكومة جمهورية مصر العربية الذين يوجهها إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 مايو من مايو 19 يونيو 2020 من تفاصيل خاصة حول التفاوض حول سد النهضة فإنني سأكتفي هنا بعرض المحطات والملامح الرئيسية بهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحسن نية وأظهرنا إرادة سياسية صادقة للتوصل اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث التي تشارك في نير الأزرع ومنذ أن بدأت إثيوبيا منفردة في بناء سد النهضة شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاثة وبالإضافة إلى ذلك وفيما يؤكد التزام الذي لا يتزعزع وإيماننا الراسخ بقيم قارتنا الإفريقية فقد عقدنا وشاركنا في العديد من قمم واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أشقائنا الأفارقة لتيسير التوصل إلى اتفاق يؤمن بإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة مع الحد من الأثار أيضا ألأ السلبية ومنح حدوث الضرر لدولتي المصب كما عقدنا عدد لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والخبراء الفنيين بالإضافة إلى لقاءات عديدة لوزراء الخارجية للإحاطة بهذه المفاوضات الدعم السياسي وشكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهايدروليجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة ولكن للأسف لم تحقق هذه الجهود أي نجاح ولتخطي هذه العقبات وإعطاء دفع لمحادثاتنا فأبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015 اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي وهو اتفاق دولي وضع التزامات واضحة لا غموضة أو لبس في مضمونها أهمها إعادة تأكيده على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات أيضا فنية حول الأصار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى التزام إثيوبيا بالقانون والتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة وأيضا ودون وجود اتفاق والملء في تشغيله إلا بعد التوصل لهذا اتفاق والذي يضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرمائية مع الحد في الوقت نفسه من أي آثار سلبية على دولتي المصاب وللأسف ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات حول آثار السد إلا أن عملية إجراء هذه الدراسات قد عرقلت فلم يتم الانتهاء منها كما أنه لا توجد لدينا ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية مما يعني أنه على غياب البيانات العلمية والفنية الكافية عن هذا السد فإن مجتمعات دولتي المصاب مهددة بأن تعيش تحت وضه التهديد لا يعرف مدى ولا أبعاده فإذا وقع مكروه لا قدر الله لهذا السد الضخم فإن ذلك سوف يعرض الشعب السوداني الشقيق لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة كما سيعرض مصر لمخاطر جمة وهي المخاطر التي لم لها ما يبررها ونتذكر ما حدث عام 2010 في سد جيبي 2 على نهر أومو الذي انهار جزء منه بعد بضعة أيام من افتتاحه والأثار التي ترتبت على ذلك كما أنه من المؤسف أن مصر أيضا قد تعرضت وطوالي المصار لمدني لهذه المفاوضات إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة إلا أن واقع العم هو أن إثيوبيا لم تبرم أي اتفاقات وهي خاضعة للاستعمار أصلا بل أن كافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مقر النيل الأزرق ومنها أيضا الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس ودرائس يوبا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر عام 1993 والذي ألزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن من مصالح المائية المصرية فضلا عن إعلان مبادئ لعام 2015 وهي ملزمة يتعين على الإطراف احترامها وتنفيذها السيد الرئيس مع قرب انتهاء عملية إنشاء السد النهضة وبعدما ثبت نجاح عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة دعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي باعتبارهما شركاء دوليين لجميع الأطراف للمشاركة في محادثاتنا للمعاونة في جسر الهوية ورأب الصدع بين دولنا الثلاث وقد أفضى هذا المصار ولأول مرة منذ ما يقرب من عقب من المباحث هادثات وبعد مفوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث برعاية الولايات المتحدة وبمسامة فنية من قبل البنك الدولي والاتفاق الذي قبلته مصر وقعته بالأحرف الأولى ورفضت إثيوبيا بذلك الوقت توقيعه في آخر لحظة رغم أنه وفر حلا عادلا ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوقها المالية هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة